في هذا الفيديو راح نطرق الى نظرية ثيفنين راح نتناول اساسيات هذه النظرية وعن اسباب اللي جعلتنا انه نحتاج هكذا نظرية وعن المعاملات الاساسية لهذه النظرية وراح نختم الفيديو بتطبيق هذه النظرية على دائرة كهبائية معينة في عام 1883 استطاع العالم ليون شارلز ثيفنين من وضع اساسيات هذه النظرية اللي تنص انه اي دائرة خطية مربوطة الى حمل معين عبر طرفين اي والبي من الممكن وضع دائرة مكافئة لها متكونة من مصر فولتية في ثيفنين مقامة مربوطة على التوالي او ثيفنين فالتيار المحسوب من هذه الدائرة المكافئة هو راح يكون نفسه التيار المحسوب في الدائرة اعلى ما هي الاسباب اللي جعلتنا انه نحتاج هكذا نظرية السبب الرئيسي هو تبسيط التحليل الكهبائي فمثلا كمثال هذا الجزء مثلا هو عبارة عن دائرة كهبائية منزلية والحمل هو المتغير فدائما الدائرة كهبائية او تأسيس المنزل ثابت والحمل هو الذي يتغير مثلا احيانا تربط جهاز تلفاز او جهاز تبريد والمطلوب هو حساب التيار المستهلك من هذا الحمل فبدلا عن اجراء عملية التحليل الكهبائي في كل مرة يتم بها تغيير الحمل تستطيع انه تبديل هذا الجزء بجزء مكافئ متكون من عن صغرين هو مصدر فولتية في ثبنين مع مقاومة R ثبنين ومن ثم يتم حساب التيار في هذه الدائرة الكهبائية البسيطة فعند تبديل الحمل بحمل اخر لا تحتاج الى اجراء الحسابات مرة اخرى انما تكون الدائرة هي نفسها الدائرة المكافئة V ثبنين مع R ثبنين فاذا تلاحظ على سبيل المثال هذه الدائرة الكهبائية المعقدة والمطلوب هو حساب التيار اللي مقاومة الحمل 6 اوم فعند طريق نظرية ثبنين تستطيع انه السياض انهار الكم من التعقيد بدائرة مكافئة متكونة من مصدر فولتية مع مقاومة مربوطة على التوالي ومن ثم تحسب التيار IEL عن طريق انه مقادلة بسيطة اللي هو ال IEL ما هي الا الفولتية ثبنين على ال R ثبنين زادا R لود وايضا انه تقدر انه تجد الفولتية على الحمل عن طريق مجزة الفولتية اللي هو ال V ثبنين في ال R لود على R ثبنين زادا R لود العناصر الاساسية الى ثبنين ثيروم اللي هي ثبنين فولتيج وثبنين رزيستنس لحساب ثبنين فولتيج تحتاج انه ترفع الحمل عبر طرفين A والB ومن ثم يتم حساب الفولتية الموجودة على هذين الطرفين المؤشر هنا بالVOC اللي هي Voltage Open Circuit فقيمة هاي الفولتية وهي ساوين V ثبنين اما بالنسبة الى ثبنين رزيستنس فايضا نرفع الحمل ونقوم بحساب المقام المنظورة من الطرفين A والB بالشرط انه جعل جميع المصادر تكون قيمة صفر فاذا عندك مصدر فولتية فتحتاج انه يكون Short Circuit من اجل انه تكون فولتية صفر واذا عندنا مصدر تيار راح يكون Open Circuit من اجل انه تكون الامبيرية ايضا صفر فنحسب ال RN المقام المنظورة فراح تكافئ انه R ثبنين فمن اجل انه تكون الامور واضحة راح نطبق هذه النظرية على دائرة كهبائية اه ونشوف شون انه اه انطلع مكافئ ثبنين المطلوب في هذه الدائرة هو ايجاد الايلود اللي مربع مقامة الحمل اللي مقدارة واحد كيلو اوم فاذا انطبق نظرية ثبنين راح نرفع المقامة الحمل الموجودة بين الطرفين ال A وال B من اجل حساب الفورتية ثبنين ومن ثم ايضا انه نجعل مصدر الفورتية equal to zero من اجل حساب R ثبنين نفس ما اللاحظ انه الدائرة على الجهة اليسرى تم رفع مقامة الحمل من اجل حساب الفورتية ثبنين وفي الدائرة الموجودة على الجهة اليمنى تم جعل انه مصدر الفورتية equal to zero من اجل حساب R ثبنين فاذا انه نبتدأ بحساب الفورتية ثبنين نفس ما اللاحظ بسبب انه التيار اللي مربع مقامة 300 اوم حاليا equal to zero بسبب الopen circuit الموجودة على الطرفين ال A وال B فبالتال انه الفورتية ثبنين راحي ساوينا او تكافئنا الفورتية الموجودة على المقامة 100 اوم فال V ثبنين راحي ساوينا الفورتية على الميت اوم واللي هي ما هي الا نقدر نستخدم قانون مجزء الجهد فراحيكون قيمة مرضى الفورتية الي هي 10 اوم في قيمة المقامة الي هي 100 اوم على مجموعة المقامات الموجودة بهذا اللوب اللي هو 200 اوم فتطلع الفورتية ثبنين ما هي الا 5 فورت ها هي شنو الفورتية ثبنين من جهة اخرى بالنسبة لل R ثبنين المنظورة من هذه الجهة وحنلاحظ انه الآثبنين ما هي الا المقاومة 300 اوم مربوطة على التوالي مع مقاومتين 100 اوم 100 اوم مربوطات شنو على التوازي مثل ما واضح بهذا الشكل فبالتالي هنا راح نكتب 100 اوم على التوازي مع الميت اوم فراح تطلعنا القيمة انه 300 زائدا 50 طبعا راح يساوينا R ثبنين 350 اوم الان بعد ايجاد الفورتية ثبنين والR ثبنين نستطيع رسم دائرة ثبنين المكافئة فراح تصبح بهذا الشكل عدنا هنا عبارة عن مصدر للفورتية اللي هو ال V ثبنين اللي هو قيمته V ثبنين يساوينا خمسة فورت بالاضافة الى R ثبنين اللي وجدنا قيمته عبارة عن 350 اوم اوم ثم الطرف ال A وال B وهنا ان نزل طبعا مقاومة الحمل اللي رفعناه بالحالة الاولى اللي هي كان قيمته واحد كيلو اوم فالان اصبح بكل سهولة نستطيع ايجاد قيمة تيار الحمل I load اللي راح تكون قيمة ما هي الا خمسة فولت على 350 زائدا واحد كيلو اوم فراح تكون قيمته عبارة عن 3.7 ميلي امبير فنفس ما اللاهظ انه تمكنه من حساب تيار الحمل عن طريق تحليل الدائرة الكهبائية السابقة وتحويلها الى دائرة الكهبائية مبسطة عبارة عن مصدر فولتية مع مقامة على التواري